بسم الله الرحمن الرحيم الدرس هذا طبعا نحن أخذنا اللي هو المعينة قبل الطباعة كل شخص له ورقة مستغلة ممكن نضيف أي شيء طيب إذا أبغى الجميع في ورقة واحدة نقول إنشاء تصميم التغرير أبدأ أضغط هنا double click أصحب خلنا نوسع شوي وأصحب الاسم فوق بعدين double click هنا صورة سريعة وأصحب double click طبعا بالمكان تكبير وتصغير شوالة هذه نفس طريقة الورد الآن في فرق ملاحظة أصحبها أصحب هذا هنا أصحب هذا أصحبها فوق أصحب 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 هذه المثال الأفضل ملاحظة الأصحب ملاحظة أصحب شعار ومكن نكتب عنوان هنا نضيف اللي هو التاريخ والوقت لو خذنا معينة هذا شكلها طيب نرجع للنموذج ونختار طريقة التصميم نضيف الزر هنا فوق ونروح للتغارير ونروح لماعينة وقلت تالي طبعا هذا دعنا قبل كل شيء هذا ما حفظناه اللي هو التغارير الثنين هذا نحفظه نعم هذا ورقة مثلا ورقة واحدة بعد ما نحفظه نرجع للنموذج هذا امسحه delete وابدأ من الجديد صار لي الزر زر زر ارسم واروح للتغارير واروح لمعينة تالي الان اختاره جابل هنا اللي حفظته التالي ممكن مكبر غير الشكل نقول الانهاء هنا عرضه عرض طبعا هذا هذا طبعا لانه حجم الصفحة فبيجيبه لي كده هذا الاول نرجع للنموذج نختار الثاني هذا هو طيب هذا فيه بس شغلة خلنا نسكر المعينة هذا اللي ارتغل الاثنين اعطاني انه العرض اكبر من الحجم فاشي اللي اسوي فيه الثاني اسحب هنا صغر شوي الحجم اساسي جيبه لي ناخذنا معينة هذا شكل الاسماء فيه ورقة واحدة وهذا كل اسم بيكون الوحدة وهذا النموذج طيب نبغى نضيف هذا نضيف هنا اضافة او نرجع للجدول الرئيسي ونجي هنا انتر ونضيف ونكمل طبعا هنا لانه في مسافة فاعطاني بدن مسافة هنا اي رقم طيب عندي تحديث الكل لو رجعت النموذج وقلنا سالم هذا اخر واحد اي جزء اي جزء اي جزء اي جزء اي جزء لابد من تحديث عساس يجيب لي سالم او قلناها اخلنا نقول نغير هذا ونقول سالم بحث جزء اي جزء طبعا جاب لي الان حدث والحالة يعني هذا طريقها طريقة سريعة لسخدام ال